بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا في جملة من الأشياء وإحنا بنربي أولادنا ونبني أولادنا في حاجات مهمة جدا جدا وإحنا بنتكلم عنها إحنا عندنا شوية مبادئ من أهم هذه المبادئ مبادئ أخدناها من غير من رجع زي مبدأ مثلا إن ابني يبقى أفضل حد أحسن حد وكلنا بنتمنى صحيح أن يكون أولادنا أحسن ناس بس يعني إيه أحسن ناس؟ ده سؤال لأن عدم الجواب الصحيح على هذا السؤال ممكن يوصلنا إلى مسار يخلي الإنسان عايش في حالة من حالات الأبلاسة ومشو أخد باله حالة من حالات التأله ومشو أخد باله فلذلك إحنا كمربين كأهالي وكمدرسين وكقال الرأي العام لازم نكون منتبهين لده إن الإجابة في الحقيقة على السؤال ده كتير مننا هيقول إن أحسن ناس بمعنى إنهم يكونوا على أخلاق ودين ويكونوا مسؤولين ونكحين كمان في حياتهم وفي بعضنا ممكن يقول أحسن ناس يعني أتمنى أشوفهم في الصفوف الأولى دايما عشان ما يكونوش أقل من حات تاني زي ما بنعمل معياننا في الدراسة ليه تجيب أقل مجموعة من ابن عمك كان نقصك إيه؟ إيه الحاجة اللي نقصك عشان تبقى أنت الأول وكتير من الناس يحسبوا أولادهم على الدرجات اللي قالوها عن أحسن واحد في الفصل أو عن أعلى درجة في الفصل أو يحسبوهم على اللي نقصوه من أعلى درجة فمفهوم الأحسن متعلق عند كتير من الناس بفكرة الأفضلية إنه أفضل من غيره يعني عشان أولاد يكونوا أحسن ناس لازم يكونوا أحسن من الناس تعالوا نبص العبارة تاني أولادي عشان يكونوا أحسن ناس لازم يكونوا أحسن من الناس فيبقى دايما إحنا حصرين أولادنا في ثلاث مصائب المصيبة الأولى المقارنة لازم يبقى عايشين في مقارنة طول الوقت بينهم بين غيرهم وتاني حاجة تانية مصيبة إنه دايما لازم لو قل عن غيره يبقى ده معناه إنه فشل في إنه يصل إلى أحسن مستوى فيبقى المقارنة ويبقى المعيار والآخرين الحياة التالتة والمصيبة التالتة اللي عندنا لما يكون معناه إنه يبقى أحسن ناس يبقى أحسن من الناس إنه طول الوقت إيه اللي حاصل حاطت نفسه في الصراع وفي المنافسة ممكن الصراع والمنافسة دولة يؤدوا على أمله الحقيقي أو يؤدوا على المعنى جوه نفسه إحنا ما بنشعرش إنه إحنا بنعمل مع أولادنا كده إنه إحنا بنقدي على زواتهم وكيانهم لما بنخليهم دايما عايشين في الثلاث حاجات اللي إحنا قلنا عليهم المقارنة وكمان إن الحسابات بتكون رهن لآخرين الحاجة التالتة إنه إحنا طول الوقت بنخليهم في الصراع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حاول يخلينا نجاوب على السؤال ده بس بعقل علمنا إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس تخيل إحنا في حتة تانية إحنا بعدنا خالص عن مسألة إيه؟ عن مسألة المقارنة وإن المعيار في الآخرين وبعدنا كمان عن مسألة الصراع ده بالعكس اللي بيقدم حاجة للناس هو دوت الأفضل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث الآخر وهو بيبين لنا مين الأفضل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة من يا رسول الله؟ شوفوا الكلام الموطؤون أكنافة الناس اللي عندهم أخلاق اللي هم بيليلون للناس الموطؤون أكنافة الذين يقلفون ويقلفون ويبقى معنى حديث إن أفضل الناس وأنفعهم للناس يعني قيمة الإنسان مش بالأفضلية مش بالتميز آه مش بالتميز واحدة واحدة بس إن قيمة الإنسان مش بتميزه على الآخرين التميز حاجة لطيفة بس التميز ده رزق التميز ده رزق في بعض الناس لازم يعنده ويصروا على إنه يبقوا متميزين حتى التميز ده رزق وكل واحد فينا بيتميز عن الآخر بميزة ميزة الله ربنا ادهاره فلازم أنت ما تبقاش عينك وإنت بتربي ابنك إنه هو على التميز ولكن يكون عينك على النفع قد إيه هو يكون نافع ليه وليه اللي حواليه فمن مقدار ما أنت بتربيه على النفع بمقدار ما أنت بتكون خليت شخصيته متزنة وخليته كمان فهم يعني إيه حياة لكن بمقدار ما أنت بتخليه بيجر وراء التميز ممكن التميز ده يخليه تميز حتى لو بشيء وهمي حتى لو بيكذب وإحنا بنشوف كده في المدارس كتير بنشوف أولادنا في أوقات كتيرة وهم بيحاولوا يتميزوا حتى لو بيكذب حتى لو يدعوا أشياء مش موجودة فيهم لأن احنا بنقول لهم أن الأفضل هو المتميز فيهم ربين بيجبروا حتى أولادهم على اختيار مجال دراسي معين بسبب فكرة الأفضلية عشان المجال ده للشطرين المميزين حتى لو كانت مهراته وميوله وحبه وشغفه أبعد ما يكون عن المجال اللي هو اختره ده ومناسبة أكتر للمجالات تانية وسعت للأسف للرب أولادنا على ده في العبادات وفي الأخلاق على باب الأفضلية